لنقل رسالة إلى العالم أجمع بأن العراق موطن حضاري للتفاهم والتعايش بين مكوناته وأطيافه ودياناته تستغيف محافظة الأنبار وفداً من جميع الديانات في البلاد بعد فترة من الحروب والصراعات تسببت بتهجير العديد منهم خلال الفترة المظلمة الماضية التي أعقبت العام 2014 طبعاً هي أيضاً رسالة مهمة بين مختلف الأطياف هي رافضة لهذا الفعل لأننا كمؤسسة بحقوق الإنسان يصنف ويعتبر ضمن خطابات كراهية ودعوات للتحريض والتفرقة بالتالي العراق بلد متنوع مثل هذه الأحداث ممكن تسبب مشكلة لكن بالتأكيد مع الواعي الذي يتحقق داخل المجتمع مع وجود الحكماء شفنا بالعكس هناك تلاحم وتماسك ورفض هذا الفعل التحديات لم تعد تواجه الأقليات الدينية فقط بل بدأت اليوم هجمات شريسة تتزايد على الإسلام وهو ما حصل من حرق المصحف الشريف في السويد والدنمارك أمر أثار غضب جميع الطوائف والأديان مؤكدين رفضهم القاطع لمثل هذه الأفعال التي تثير غضب المسلمين وتخلقون عارات طائفية تتسبب بالكراهية والعداء من الأهمية بمكان حماية المجتمع من التصدعات الدينية أو الطائفية القائمة على أساس استخدام خطابات الكراهية وهذه ليست مشكلة محلية أو وطنية وأصبحت مشكلة عالمية لا سيما في ضوء الأحداث الأخيرة المؤسفة لحرق القرآن في السويد والتهديد بحرقه في بلدان أوروبية أخرى أيضا وفي الجانب ذاته أيدت الطوائف العراقية الخطوة التي اتخذتها الحكومة بقطع العلاقات مع السويد والمطالبة بالتسليم المتسبب بحرق المصحف الشريف وتنفيذ العقوبات القانونية بحقه وفق الدستور العراقية من الأنبار دريس يحية قناة الفلوجة